سوبر والبيبر تحديث جديد ليل نهار نهار ليل عكل الأجهزة الأجهزة 12.5 و أجهزة 13 بدنا ننزلها من خلال هذا الفيديو بجميع الميزات اللي كانت موجودة اللي كنا مننزلها وما تزبط معنا اليوم بدها تزبط من خلال هذا الفيديو لا تنصد ضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصدر كل جديد وخلينا نشوف التفاصيل يا حبيب هاي مثلا معنا جهاز ريد مانوت 10 برو لو أجينا على الثيمات وأجينا على الآيقون اللي تحت هذه اللي على الشمال واجينا على حاجة اسمها خلفيات الشاشة والخلفيات هللاقي الخلفيات المتحركة وهللاقي تأثيرات الشاشة الرئيسية جمنا جهاز تاني من شاومي فلاكشيب عليه يكون موجود اللي هو شاشة الأموليد والفلاكشيب ونجينا على الثيمات هللاقي موجود عنا في الآيقون اليسار وعلى الخلفيات هللاقي حاجة اسمها خلفيات السوبر هذه الخلفيات اللي بدنا ننزلها وين موجودة؟ موجودة على كل جهاز عليه شاشة أموليد موجودة هذه الخلفيات وبيكون اللي هو من الأجهزة الرائدة وهذه الخلفيات الرائعة ممكن أن تنزلها على جهازك سواء 13 سواء 12 ونص سواء حتى كمان لو 12 لو جينا مثلا نأخذ جهاز آخر مثلا هذه الشاشة أموليد اللي هو مي 11 لايت بالك اللي لقيها موجودة حطينا عليه ولا لا نشوف لو نجينا للمي 11 لايت يجينا للثيمات وبعد الثيمات نيجي على الآيقون الخاصة فينا وعلى خلفيات الشاشة هللاقي ما في خلفيات السوبر الخلفيات المتحركة وتأثيرات الشاشة الرئاسية مش موجود فيها خلفيات السوبر حتى لو أنت كمان يجيت لجهاز المي هذا اللي هو مي 10 تي برو اللي هو أخذ واجهة 13 جديد لو يجيت إله كمان وجيته على الثيمات وعلى الآيقون الخاصة بالشخص اللي معا الجهاز وعلى الخلفيات مش هنلاقي خلفيات السوبر هنجي الآن ننزلها ونشوف كيف حركتها وكيف أمورها نفس اللي موجودة على أجهزة الفلاكشب اللي عليها شاشة أموليد من أنظف ومن أحسن أنواع الشاشات اللي موجودة طبعا هانا هنتعلم كيف ندخلها أو كيف نعملها تثبيت ونعملها كمان إلغاء التثبيت في كل وصف هنحط رابط والرابط هذا هننقر عليه زي هيك الرابط هذا هحولنا على التليجرام هننقر عليه هيبدأ ينزل زي ما أنتم شايفين أمامكم بعد ما خلص هنيجي ننقر عليه زي هيك هيجي هنا إذا في عندك أنت مش عامل مصدر للاعدادات إنك تيجي تثبت تثبيتات من الخارج نقول له موافق بعدين منرجع ننقر تاني ونقول له تحديث والآن بعد ما نزل نقول له فتح هنيجي نعمل هنا نجي وين نجي على الثيمات نرجع نطلع من الثيمات نسكر تطبيق الثيمات وندخل تاني نقول له هنا ونقول له الخلفيات وهي أصبح عندنا الآن خلفيات الصبر موجودة بس إيش في عندنا الآن في شغلة لازم أنا أحكيها في عندنا هنا اللي هو لسه هدول بدهم ينزلوا فمنيجي نعمل تحديث ومنعمل هدول التحديث فبتنزلهم يا بتنزلهم واحدة واحدة يا أما بتنزلهم مع بعض زيك على حسب إنترنت إذا الإنترنت قوي نزلهم مع بعض مش قوي نزلهم واحد واحد هاي بلش نزلهم خليني نجي نشوف جهاز 12.5 هذا الجهاز 13 اللي معنا نشوف جهاز 12 هاي عنا جهاز تاني ريدمي 9T مش موجود فيه خلينا ننزلها وهي تحديث الجهاز 12.5 5.9 ايه خلص نعمله تثبيت ايه خلصنا عمله فتح ونروح على تطبيق الثيمات نسكر تطبيق الثيمات نرجع تاني وهي منروح على تطبيق الثيمات ومنقوله تعالي يا ابن الناس هل انه انت ضفت الخلفيات ولا لا واي اصبع عنا خلفيات السوبر موجودة على الريدمي 9T اذا انا بقدر احط على ايه تحديث 12.5 او 13 وبتعملها تحديث لهذه كل الخلفيات وخلص وهي جينا هنا مثلا الجهاز اللي عملنا له تحديث للميت انتي برو نجي نختار مثلا الخلفية هادي تتحرك معنا اذا كان الجهاز شاشته مش اموليد اعطيك اللي هو هنا اللي هو خط وخط خطين يعني حركة كان شاشته جهاز اموليد الحركة كيف يعني ثلاث خطوط الحركة يعني بيكون عنا هاي مسلا تعين بعد ما نعمل تعين نيجي لشاشة الجهاز بيصير عنا الشاشة كالتالي مثلا الشاشة مغلقة هاي الشاشة مغلقة هاي عنا الشاشة مغلقة فتحة وهاي حركة اللي هو الفتح وهاي كما الاغلاق وباجي هيك لما نفتح اول مرة بعد هيك في عنا الحركة اللي موجودة لو اجي واحد قال انا حطيتها وصار اندلاق والجهاز صار تقيل ولا حاجة عارفين هاي الجهاز برضو نفس الشي حطناها عليه وهاي عنا الخلفيات وهاي عنا خلفيات الصوبر هاي اصبحت على المي ناين تي شغالة تماما تماما والمي ناين تي شاشته اموليد بعطيك اللي هو ثلاث شحطات او ثلاث خطوط موجودة معنا هان شايفين اذا بقدر احطها على اي جهاز والاخص شاشته الاموليد بيكون حاجة روعة لو اجي واحد قال انا بدي اشيلها خلص الجهاز عندي صار دقيل وبدأ اشيلها لانه هي اصلا بتكون على الاجهزة اللي معالجاتها شوي عالية ولا حاجة بتيجي على الاعدادات طريقة الازالة بعد الاعدادات التطبيقات ادارة التطبيقات بتتأكد انه عرض اللي هو جميع التطبيقات زي هيك هي اخفاء لان بديش اخفاء بدي عرض جميع التطبيقات وبأبحث هنا هنا في وال بيبر نحن نحط والبيبر بتجينا اللي هو هادي الوال بيبر شايفينها اللي بلول الاحمر هادي كلها هادي الاشارة بعمل عليها زي هيك بقول له إلغاء تثبيت التحديثات بقول له حسنا واعطوا سي رحمكم الله وهيك امور اللي يجينا على الثيمات ومنيجي على الخلفية خلص هي راحت على الموم هاي عندك اللي هو الخلفية الشاشة ما فيش خلفية الصور وبهيك الفيديو خلص لا تنسى الدعم يا حبيب علشان يصلك من يكل جديد ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام